لا حديثة في الصحف الروسية هذه الايام الا عن المملكة العربية السعودية ووقفها الند بالند مع الولايات المتحدة الامريكية وايضا ووقفها الى جانب روسيا في ازمة اوكرانيا تحت عنوان في الرياض لا يسمعون واشنطن تحدثت صحيفة روسيا وهي الكوميرسانتة الروسية حول فشل واشنطن في الحصول على دعم السعودية في اوكرانيا وفي المقال تحدثت الصحيفة عن امر مهم للغياء وهو الفرق بين الولايات المتحدة وروسيا في التعامل مع الحلفاء حيث ان لروسيا صفة اصبحت تميسها بين باقي الدول وهي عدم التخلي عن الحلفاء في الوقت الذي تتخلى فيه الولايات المتحدة عن حلفائها حسب الظروف الجيوسياسية وقال المقال تصاعدت حدة الخلافات السياسية بين السعودية والولايات المتحدة بعد اطلاق العملية العسكرية الخاصة الروسية في اوكرانيا وفيما طلبت واشنطن في وقت سابق من الرياض دعمها في سوق النفطة فهي تطلب الآن على الاقل ان لا تفعل الرياضة ما من شأنه ان يضر بجهود الغرب في حل الازمة الاوكرانية اي ان الولايات المتحدة بالفعل قد قطعت كل الامل في ان تساعد السعودية الغرب في هذه الحرب ولكن اصبحت تطلب من السعودية على الاقل ان لا تفعل ما من شأنه ان يضر بالجهود الغربية في حل هذه الازمة الاوكرانية كما تقول الصحيفة ووفقا للخبراء بالنسبة للرياض وكذلك لابوظبي والتي اتخذت ايضا موقفا مشابها بشأن اوكرانيا والعديد من العواصم العربية الاخرى ايضا تبدو موسكو اكثر وضوحا وقابلية للتنبؤ من واشنطن على سبيل المثال نقلت صحيفة دي اندربندنت عن الخبير في شؤون الخليج العربي بكلية لندن الملكية اندرياس كريغ قوله هناك تصور بان روسيا تدعم حلفائها منذ عقود بمن فيهم على سبيل المثال بشر الاسد في سوريا في حين ان الولايات المتحدة متقلبة وغير موثوقة فهي سمحت بسقوط حسن مبارك في مصر سنة 2011 رغم انه كان حليفا وثيقا للولايات المتحدة على المدى الطويل الشراك مع روسيا اكثر استدامة مما هي مع الولايات المتحدة فاميريكا ليست محط ثقة يقومون باستدارة كل اربع سنوات فيما تعد روسيا بلدا يمكن الاعتماد عليها لكن بالمقابل نشرت الصحيفة خبرا مقتطفا من صحيفة الفورينج بوليسي تشير الى ان الرهان بالنسبة للمملكة العربية الصعودية صعب بالفعل ولا يمكن للمملكة العربية الصعودية ان تنتقل حتى لو ارادت من الرهان الامريكي الى الرهان على روسيا وذلك لسبب هام جدا حيث قالت الصحيفة وفي الوقت نفسه وخلف كل هذا تشير فورينج بوليسي الى ان الرهان على الضمانات الامنية الصينية والروسية سوف يعد مقامرة بالنسبة للمملكة فخلاف الولايات المتحدة ليس لدى روسيا والصين تاريخ في الدفاع عن مصالح المملكة العربية الصعودية او اي وجود عسكري مهم في الخليج العربي واذا ما قررت المملكة العربية الصعودية على سبيل المثال تغيير تسليح جيشها من المعدات الامريكية الى المعدات الروسية فسوف تستغرق العملية عقودا ومئات مليارات الدولار